كتن عبدالله تقول لي مين رمضان كريم طبعا أقول لي أسرتي ومامتي طبعا كان نفسي أقول لي والدي طبعا رحمة الله عليه بقول لي أخوتي البنات طبعا ربنا يبرك لهم طبعا وفي معاي يعني من وانا صغير حد وقتنا هذا بقول لي زوجتي طبعا شايلة حملي كبير وبقول لي بناتي التلاتة ريتاج ورماسور وزين ربنا سكراني بيها ربنا يبرك بقول لي حماتي طبعا شايلة حملي برضك مع والدتي مع والدتي هي حماتي ووالدتي طبعا شايلة حملي جامد مع مراتي بقول لهم طبعا كويسان طيبين وبقول لي للصحابي بقول لي للفريق بقول لي المجلس إدارة وبقول لي كنت كمان كويسان طيبة كده وان شاء الله رمضان يبقى كريم كده وسعيد علينا وعلى جماهرنا وعلى جاملنا ديالي كلها بإذن الله تقول لي مين سامحتك في رمضان بقول لي كل واحد أخطأ في حقي أو خد مش حد معين لا والله مش يعني يعني بص يعني الحمد رب على مين أنا يعني مش يعني الواحد مش مش كامل طبعا كمان لوحده بس الحمد لله أنا مش بحبش أغز حده بحب طبعا الجو اللي بقى حوالي جو كده يعني مناخ مناسب للمعيشة وللحياة وما فيش أي ضغائن وما فيش أي أي يعني حجد ولا أي حاجة وصد الناس طبعا أنا بقول لي أي حد يخد عني فكرة مش كويسة أو حد ظلمني طبعا بقوله سامحتك طبعا يعني إحنا في أيام مفترجة وربنا بيسامح يعني الناس كلها يعني استحل العبد مش يسامح مش يسامح العبد يعني أنا بسامح أي حد أخطف حقي ف freakin أخطط في أي حد برضو بقوله سامحني ويعني طبعا إنت عارف الدنيا مش مستهلة خالص يعني فأنا مسمح أي حد أخطف حقي بترس Aquí سأسألك بقى من اللي مش قدت تسامحه في رمضان لا والله لا والله طبعا أنا مش كده خالص لا والله خالص خالص انا بقول لك من خلالك اي حد اخطأ في حقي انا مسامحه مفيش مشاكل خالص ربنا بيسامح ونازل بيسامح بعض طبعا مفيش مشاكل خالص كالتنا عبدالله لو هتعمل خير في رمضان هيكون ايه؟ حاجة خير كده او حاجة اللي هتاود تعملها في رمضان والله هلا قد ما اقدر يعني بحاول ابسط الناس اللي الحمددو ربنا كرمني وبيكرمني او بيكرم الجميع ودي اختبارات من عند ربنا سبحانه وتعالى للناس وبيزيدك عشان تشوف اللي حواليك لو حد محتاج او حد ممكن تقدر تساعده في اي حاجة على قد ما اقدر يعني الحمدل رب عمين بقدر يعني اعمل حاجات خير في رمضان طبعا عشان واحد الحمدل رب عمين معاود علي الناس وبيحاول يفرح الناس بيها فربين الحمدل رب عمين اقدر ما بيقدرني بقدر اعمل يعني سواء في رمضان او في الايم العادية كابتن عبدالله انا عارف ان انتو في شهر رمضان دايما بتحبوا او دايما مرتبطين بالمعسكرات وبالمطشاط وبرضو يعني هو الشهر ده بيكون شهر عبادة صلاة صوم بس اكيد المسلسلات بقى يعني بتحب التابع مسلسلات مثلا فايه المسلسلات اللي انت هتتابع ان شاء الله في رمضان ده طبعا انا بحب الاول حاجة اللي بتكشه بحب الكاميرونتال الخافية بحب المقالب اه رامز يعني كده بقى رامز ده كده نامبر وان سنتفرج عليه رامز عنا انا طبعا بحب رامز طبعا بحب المقالب طبعا بيبقى خلاص تعودت او انا صغير في رمضان بتفرج عليه اكتر حاجة ìي ايضاً ايضاً بطبع يائم في الايام العادية للعادات فى الأعدات يعني طبعا المسلسلات والله مش مش بصفة مستمرة ممكن يكون السنة اللي فاتت بتت genetic تتابع مسلسلات طبعا بحكم اللي انت قاعدة في البيت ما بتعملاش حاجة خلاص بعد فطر وقتك محدد بعد الساعة سبعة تمانية بتنزليش فخلاص ما كانش فيه اللي الحل وحده والتلفزيون اللي ممكن تتوضي الصدو كنت تفرقت على ايه طيب رمضان تفرقت على مسلسل بتا عدين الشربيني تفرقت على مسلسل محمد رمضان كنت فاضي بقى طريق بقى تتابع مسلسلات شوية يعني الاختيار برضو كنت تتابع الاختيار طوية سنة تفرقت عليه طبعا كنت انا بقى وليادي طبعا يعني بص يا سنة ممكن تكون الكورونا ديت في وقت يعني هي جات في وقت يعني الواحد كان محتاج يقرب لأهله وعيلته جامل فدامي من الوقت يعني احد اسباب اللي انا يعني كنت سعيدة فترة الكورونا على قد ما هي كنا وقفين وكنا مش عرفين دنيا موديان على فين او ماذا بعد الكورونا اللي ممكن يحصل قربتني جامل من بيتي قربتني جامل من ولادي طبعا انت عرف حياتي الرياضي انت سبع تيام او خمس تيام قعدة تمارين صفر هنا بتقدي يوم واحد اجازة بترجع تاني يوم من التمرين طبعا يعني الحمد رب عمين الوقت يكونوا ده قربت جامل لولادي وقربت جامل لبيتي طب مين النجم مسلا يا كابتن اللي بتحب تتفرج عليه في رمضان تبقى حريص انت تتفرج على حكته يعني دايما المسلسلات بتوقعه مسلا مين المسلسلات اه فيه بقى فيه ممثلين كتير فيه احمد عز فيه مصطفى شعبان فيه ماشي يعني ممكن معاك احمد عز انا بقول لك برضك يعني مسلسلات يعني ممكن تكون مسلا اخواتي اسألهم اين المسلسل الكويس يعني فيه نجمه معين مسلا تبقى حريص ده ولا لأنا النهار فرق لأ عشان كل سنة يعني ممكن حد بيعمل السناد بيعملش السنة الجاية فما فيش حد يثابت يعني انت عشافة يعني طبعا مجال الفن متغير بشكل يعني زي ما انت شايفة بشكل كبير جدا فطبعا مفيش حد يثابت بس يعني بس هو اكتر واحد بيمركز فيه طبعا هو رامز طبعا عشان انت عارفة بيجي وط الفطار فعلى اطول مع رامز